في الافريكيات الافريكيات بردو كان فيه اصابة كبيرة الليها مهمة ايضا هو محمد الشناوي اصابة في الكتف الاصابة دي تقييمك بتاخد فترة قد ايه كان يقدر يلعب بيها ولا عشان بعض الناس في الولايك كان نكمل لا 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 مستحيل عصده حصله خلع وانتعرف المفصل بتاع الكتف ده مهم جدا وده مفصل يعني فيه حزام كده طالما الحزام ده تقطع ما ينفعش انه يلعب بيه عصده في بالعكس بقى ناس تانيك بتقولك انه اصلا الشناوي كان بيلعب هو مصاب لا هو ما كانش مصاب في كتفه وهو كان راجع من الاصابة كان راجع من الاصابة في العدلة الخلفية وقد يكون احنا عندنا ظاهرة طبية برضو يعني معنى ايه انه انا عندي اصابة في قدية بيبقى الكنترول على الجزء السفلي من الجسم بيبقى المخ مش مسيطر عليها عشان كده دي دايما المظاهرة علمية واحد يبقى عنده كده مشكلة في ايده ينزل رجلية الكسر والعكس صحيح ايه انت بتقولي انه الشناوي تببيا ممكن لو كان لسه متأسل بالاصابة العضلية وفي الملعب ممكن تقص اهيلة تكون اصرت على ممكن يكون هو كان ظاهر انه كويس يعني لكن احيانا اللاعب بيبقى ايه بيبقى بيفكر في الاصابة يخاف الاصابة ترجع له يبقى يخاف من حاجة فبيبقى المخه شغال طيب يبقى كنتروله على الاجزاء بالذات لو هو ايه مثلا كان عنده اصابة في الخلفية فخاف انها ترد عليه تاني يقوم ايه يفكر يبقى كل تركيزه على الجزء السفلي يبقى مشان كده من السهل انه هو يتعور في الجزء العلوي من جسمه ودي ظاهرة علمية معروفة جدا يعني وتلاقي واحد من غير اي حاجة ونزل القصر في رجليه طالما عنده مشكلة في ايده نقطة في منتهى الهمية لا دي بتحصل طبعا وريكوردد طبعا وريكوردد كتير يعني فهو يعني لكن ما سوى دي تاخد فترة قد ايه فترة ما انا هقول حضرتك الكويس في موضوع الشناوي انه راح عمل العملية بدري واخبر عددك دي يعني انا 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 في رأيي انه هو ممكن بعد شهر ونص شهرين يلتائم الموضوع ده يخد له زيه مثلا شهر او شهر ونص تأهيل يعني ممكن شناه بعد ثلاث شهور ولا حاجة يبقى موجود في الملعب عادي جدا من زي الناس ما بتقول يعني انه هو ست شهور وبتاعه لا ممكن بعد ثلاث شهور ولا ثلاث شهور ونص يبقى كويس موجود اه طبعا طبعا حاجة